السلام عليكم. إن شاء الله تكونوا بخير. إن شاء الله تكونوا بسحة وسلامة. مرحبا بكم في قناة بيت حنونا وصفة من وصفاتي. إن شاء الله راح ندروا فلون شوكولاتة. يعني فلون بالشوكولاتة. راح يجي بناء بنين وشباب سافينة كل بارد و جد منعشة. نروح للمقادير. لهذه الوصفة لازمنا إذن مئة جرام من الفرينة. مئة جرام من الزبدة. لازمنا قرصة على الملح. 2 مع لق سكر. ملعقة من الكاكاو. 24 جرام من الحليب. و 2 سفار البيض كما راح تشاهدون. نبدأ بخلط المكونات الجفا هي الأول. يعني الفرينة مع الكاكاو. مع السكر و مع الملح. ومن بعد لازم نضيفه الزبدة. يعني لازمنا مئة جرام من الزبدة تكون يعني نوعا ما دائبة. باش نقدروا نتحكمه في القوة من زحها. نحكم الحليب. يعني 24 جرام من الحليب. مع 2 سفار نتعى البيض. راح نخلطوهم مليح كما راكتوفو. وهذه هما اللي غادي نضيفهم الى الخليط الأول. إذن راح اول حاجة كما راكتوفو في الصورة. راح نحكمو العجينة مع الفرينة والمكونات الجفا و راح نحاول نحاول ندمج هذه المكونات يعني نبسهم مليح. هذه طريقة مهمة. و بعد اللي يندمجوا مليح و يتكونون ككتلة مليحة يعني حتى نشوفو هذا الزبدة يعني دابتنا في الخليط على الفرينة والكاكا والمواد الجفا. هنا راح نضيفو تدريجيا نوعا ما من الحليب الخليط على الحليب و سفار البيض كما راكتوفو. حتى تكون لنا كتلة و تكون يعني لابس بها يعني تكون عجينة وهذه هي عجينة السكر. على كل حال كل المقادير راح تشوفو ان شاء الله في صندوق الوصف بإذن الله. إذن هنا راح نلم العجينة كما راكتوفو. الخليط سفار البيض مع مع الحليب و ضيفو تدريجيا يعني على حسب حتى تشوفو ان يعني العجينة تكونتنا وتمسكتنا. هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية راح نجيبو ورقة زبدة كما راكتوفو. راح نحلو يعني ورقتين ندل واحدة من تحت واحدة من الفوق. ورقتين هكا يعني باش. إذن هذه طريقة ندلوها باش يعني نحلوها و باش ما تغلبناش من بعد. راح نسهلو الخدمة نتاعنا من بعد. راح نحلوها مليح بالحلال راح ندخلها الى التلاجة و لازم تقعدنا على الاقل يعني ساعة باش تشد روحة باش يعني نقدر نستعملها فيما بعد. نروحو لالكريمة اللي اللي الكريمة لازمنا ستة سفار البيض. لازمنا مية وخمسين جرام من الشوكولة السوداء لازمنا نصف اللتر من الحليب. ستين جرام من السكر ملعقة كبيرة من الفارينة و ملعقة وانس من الميزينة و علبة كريمة السائلة المتكونة من خمسة وعشرين جرام. سنتيليتر من الكريمة السائلة. كل المقادير بطبيعة الحال راح نضيفهم لكم في الصندوق الوصفة. اذا راح ندروا سفار البيض مع السكر راح نخلطه مليح حتى يتجنز السكر مع سفار البيض. ومن بعد راح نضيفه الفارينة وهي الطحين الابيض او الدقيق الابيض. الفارينة مع الميزينة. الميزينة وهي النشا يعني بودرة النشا. وهنا راح نضيفه نصف اللتر من الحليب. نصف اللتر من الحليب يعني راح نضيفه تدريجيا حتى نخلطه القوام كل القوام الجانس. وحتى الحبيبات يعني تتنحللنا في السائل. راح نخلطه مليح بالفوة يعني بالخلاط اليدوي. وهنا راح نضيفه الكريمة السائلة اللي تكون فيها 30 بالمئة من الدسم. يعني هي الكريمة اللي نقدم طلعها اللي تولينا كخام شانتي. اذا راح نخلطها مليح مديروش كريمة الغير دسمة لان من الاحسن تكون القوام التح يكون تقيل. لان هذا الفرن لازم يجينا تقيل. كل المكونات غدي كما خلطناهم راح نضيفهم ونروحوا الى المرحلة الموالية وهي نضروهم فوق النار. وهنا راح نخلط وقع القوام حتى يطيبنا كلش. يعني حتى الفارينا والمايزينا يدوبونا ويعطونا كتلة متماسكة كما راح تشوفوا هنا. يعني ودائما مع التحريك المستمر. التحريك المستمر. وهنايا في الى اضافة اخرى يعني الى مرحلة اخرى كنت توبت الشوكولة. الشوكولة السوداء وهي 150 جرام من الاحسن انكم درو الشوكولة السوداء. لان الشوكولة بالحالي بحلوة بزاف. احنا ايضا دجرة في السكر. فرح يعني. الفلون تعنا يجينا مسكر بزاف. وما يعطيش اللون شباب. اذا هنا راح نخلط مليح. قبل النهائية. هنخلط مليح الشوكولة السوداء. مع الخليط الاول. وهنايا نروحو نجيبو نخرجو. العبات انتعنا او العجين انتعنا راح نخلطوها. ورق الزبدة. وهنايا نجيبو الملتاعي كما هادا كما راكتوفو. وهنايا نجيبو الملتاعي كما هادا كما راكتوفو. وهنا المل لكم الاختيار. انا هادا هنا اقدرت من 18 سنتيماتر. لانه كنت بغير القوام تحاجين شوية سميك. يعني جي شوية غليض. انتماء لكم الاختيار. بغيتوا تديروها شوية هبطة. يعني السمك انتحها مشي عالي بزاف. لكم الاختيار. انا هنا يا فضلت انها جيني كبيرة. انتم ما لكم باغيين يعني جيكم صغيرة. كبروا الملتحكم. يعني جيكم مليحة. راح نسويها في الاطراف كما راكتوفو هنا. وبعد راح نسقمها مليح من الداخل بانسيو. حتى العجينة تكون متناسقة في جميع الاطراف الملتاعي هنا. يعني غبيدية نخدم نخدمها. يعني هي شوية تلسق نعلى بها نديروها في التلاجة. يعني باش تشدوا روحة. من الاحسن انكم تحطوها اه يعني ساعة في التلاجة. باش ما تغلبكم مش. ولا دلوها في الكنجيلاتور. وهنايا نجيبو الخليط انتعنا اللي طيبناه. يعني هي خليط الكريمة. وراح نضيفوه الى خليط الى الملتعي اللي فيه عجينة الزبدة. عجينة السكر عفوا. وهنايا راح نحاول ان نسويها. وديني يعني ما شاء الله. هنا ندخلوها الى الفرن درجة حرارة. مية وسبعين درجة لمدة خمسة وثلاثين دقيقة. ما فوقها ما تحتها. لانا راح نحرق لكم وراح تجيكم مش شابه. ومبعد نتلاقاه في طبق التقديم من بعد اللي خرجنا. نضيفوها الى الفرن شوكولات. اذا دور الفرن شوكولات تعي. فضلت اني نحطوها هكا بدون اي ديكو. لانه اصلا هو يتبع هكا وينتكل هكا كما راكو تشوفو. فرن ما عندي ما نقول لكم فيه بارد بنين هايل. المحبين للشوكولات والادواق يعني للشوكولات. هذا ملاق الهم. ينتكل بارد يعني خاصة كدساء. هو ينتكل كدساء. وايضا يعني القهوة العصر ايضا. وليمالا مع امتيتي ولا امتي كافية تانية ايضا يجيش باب. لكم الاختيار. نظن ان المقادير كما قلت لكم. راح نحطها راح نحطهم لكم بادني الله. في صندوق الليس ووصفها هكا. لان فيها مراح كثيرة وعديدة. وشوية على بيت خاطلكم الامر. ولكن ما تقلقوش. راح ندلكم كل الوصفات. يعني الوصفات كريمة العجينة السكر. وايضا اللوفلان تعنا. وراح تشوفوه في الصندوق الوصف باذن الله. اذا انا احنا يقطع تهلكم. شوفو كيفاش يجي. قلت لكم القوام انا حبيتها هيجيني غلط كما هكا يجي. ما شاء الله يدوب في الفن بارد هايل. ما عندي ما نقول لكم فيه. المهم هذا هي هذا هو يعني الفيديو تعلوم. ان شاء الله تلاقيكم في ساعة الخير والمتزاقة ان شاء الله. لا تنسى مش الاشتراك في القناة والضغط على الجرس. سألسى لكم كل جديد. خليتكم في عمان الله. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة